تعجبوا من هذا الذي يغفر الخطايا أيضا المسيح لم يصحح رأيهم لكن أوافق على كلماتهم بإثبات نفسه عن نفسه وأثبت عن نفسه بغفران الخطايا في الحال الأولى شف الإنسان من مرض الفالج وهذه المرأة الخاطئة خرجت مستمتعة بسلام المسيح وزي ما جاء بعد القيامة تومى اللي ما صدق قال ربي وإلهي لم يعترض المسيح على كلام تومى لكن أكد لتومى أنه فعلا الحي إلى أبد الآبدين كما يقول عنه الكتاب قال له تعال حط إصبعك وكان دليل كافي أن تومى يؤمن بيسوع ويقول هذه العبارة ربي وإلهي ولاحظ على فكرة المسيح قبل السجود المسيح لم يعترض مرة واحدة عندما كان يأتون إليه في مرة شف إنسان مولود أعمى وهذه الصفة لا يستطيع أن يمعالها إلا المسيح وحده هذا المريض في يحنى 9 جاء ليسوع بعد مطرده من المجمع سألوا يسوع أتؤمن ببن الله؟ يعني أنت واقف أمام الله؟ قال له من هو يا سيد لأؤمن به؟ أجاب يسوع وقال له الذي يتكلم معك هو وهذا طبعا تأكيد لكلمة أهيا الذي أهيا في خلوش 3 وهذا تأكيد لمقاله في إشعياء 43 حينئذ تفهمون إني أنا هو وعندما قال يسوع ومتى رفعتم ابن الإنسان حينئذ تفهمون إني أنا هو وهذا الآن يتكلم مع هذا المولود الذي شفيا من العمى منذ ولادته أتى وسجد له سجد للمسيح لم يعترض المسيح على هذا الشيء تعرفوا مريض بركت بيت حزدة كان له 38 سنة جاء يسوع وسأل هذا السؤال أتريد أن تبرأ؟ أجاب المريض وقال له يا سيد ليس لي إنسان يلقين في البركة متى تحرك الماء بل بينما أنا آت ينزل قدام آخر قال له يسوع قم احمل سريرك وامشي فقام في الحال وحمل سريره ومشى وكان في ذلك اليوم سب وعندما سأل هذا المريض من هو الإنسان لاقاه يسوع المسيح في منطقة الهيكل في آية 14 و 15 في نفس الإصحاح يحنى خمسي قال له اذهب ولا تخطئ لألا يكون لك أشر